اهلا واسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الهرويين احنا اليوم كانت تواجدو في البيت ديال الحالة ديال الشابة اللي في العمر ديالها 24 سنة اسميتها غيزلان غيزلان تزادت طبيعية لا تعاني من تشي حاجة لكن للأسف شاءت الاقدار انها يوقع لها مشكل بسخانة و ستقول لك تعيش مع اعاقة جسدية لمحنات العائلة ديالها ومحنات الوالدة ديالها انتي الاخت ديالها ياكا اختي انتي اليوم بتي توصل السود ديال اختك رغم انتي انتي صغر منها هي اختك الكبيرة انتي تعيش معها في الدار عارف المعاناة ديالها انتي تعاني معها عاودي لي اختيشنو المعاناة ديالكم مع غيزلان كتو عاودي لي اولا للمعاناة مثلا بس كولي البنك ادينا كيدا روحي انتي كيدا روحي انتي كيدا روحي لهم وانتي اختيشنو محاودي انتي عارفات جلوة وعارفات مكتبا اعاودي لي مني اضلاف غيزلان كنا طبيعية عاودي لي مني احسنو كيف حتى اوصلت للمعاناة اختيشنو ما يحبني انتهي حتى اضلاف خرم انت تجربة دياله عند العام وتفقري دياله مأرسيهم بكرة مستخانة ما هي المدة عاش الطبيعية وعادة وصلت لهذه الحالة؟ حلوكي 14 شهر دارت 14 شهر وصلت لهذه الحالة ماذا قال لكم الطبيب عندها؟ العام وتفقري دياله مأرسيهم ومعادة هاج واخا حبيبسي ما غاديش تشرحي للناس يارك واخا اجي معايا اخويا نتفضل حتى نغمان مول امي لا تحاول شوش حاله ولكن معانا فاعل جمعوي هاد سيد فاعل جمعوي عندهم جمعية اشراقة غادي نخلي هو يقدم راسه هاد سيد هو متبع الحالة مع غزلان من سنين يعني هو عارف الدور ومفعارف هلاش كتحتاج عارفها كيفاش وصلت لهذه الحالة غادي نخليه يقدم لنا راسه ويدويلينا شوية للحالة ديالغيزلان مرحبا السلام عليكم مع اسلام محمد راسه جميع سراقة شهر حياتي هاد الحالة كيفاش في ديالغيزلان فهي اجزالتش طبيعي ايريق تقريبا من وصلة 1 سنة ديالغ 5 شهر بدأو كيفان على اعراب ديالعاقة اعاقة جاسدية حالتا فالوردين ديالغيزلان هاد زوار دول المستشفى وداشي تقريبا من بالترباء ان كلها معهم ديالغيزلان لقد نتحدث عن زوار سنة ديالغيزلان وقد نعانلوا هذا أكلم من هنا يباريا لتفعيل المصارف كثيرة عنده التراوذ التراوذ والمدة قطعة وعندما ترى التراوذ والأصابع الدائرات تكون خلالهم في باستخدامهم و يتخلالهم في الرحلة تحيطون لأصابع الدائرات تحيطون أيضا لا يحتاج إغازة للعزلة لأنها قدر تحيط تعيش حياتها نعم الاسم ويقولون نرى المصارف في حلقة الترويب ليكو وشي جوعية ليس كون بحالة تتكلم بها مثل الديان المواقم تكون قريبا من المنطقة الهلوية يشوفون الحياة ديانة عندها إعاقة فقط جسدية في العقل ذيانة مزيانة ولكن العقل ذيانة تعطيها ميكرو تقول لنا شي كلمة غزلان تقول يا حبيبه ما يحتاجها غزلان تقول لنا وحالة تقول لنا وحالة تقول لنا كتعاني بغيتي اللي يعاونك تقول لنا وحالة تقول لنا كش عاونك ليداء الجلالة الملك محمد السادس وياك غزلان بغيتي يشوف من حالك كتعاني يا غزلان لا حول أخوتي وحالة تقول لنا اخوتي لنا كتعاني وحالة تقول لنا 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 ها تقول لنا ها تقول لنا ك شما الاخيرة ك fale المؤسسين وحالة تعاني مصارف من كثيرا يا أهان المراكز للتنويض لكي تساعد البنية لأن العائلة ليست من ذلك الناس الذين يحشمون داخلين سقرة وصوم لأن هذه البنية لا يجب عليها الخبر بأنها محتاجة وخاصة المساعدة هذا ما يلاحظت فاليوم غزلان تريد تصورها لكي يقفوا معها ويشوفوا من حالة العائلة سوف يعيشون حالة صعبة لا يحصل العبان لا يسهل لكي تكون لديك شحد في العائلة التي تكون لماديا ولمعنويا أتمنى مشاهدي قناة شوف تيفي ومن الجامع من اللي يشوف براسه أنه قادر يعاون غزلان لا يخلش عليها الله يجازكم بالخير عاونوها محتاجة للكوش محتاجة للمصاريف العلاج تشرويد يعني أي حاجة تقدر تخطر لك على بالك رغم أنها بسيطرة غزلان محتاجة لها فكنتمنى أنكم تصلوا بها في الرقم 0-26-46-86-87 سيجاوبكم الزوج الأخس ديالها يمكن هذا الرقم دياله هو فكنتمنى ما تبخلوش على غزلان والله يجازكم بالخير أخويا أعطينا ميكروب أتمنى ما تبخلوش على غزلان وتعاونوا معها لداء الجميع جميع الناس لداء الجمعيات لداء الناس الخير اللي قادر يقدم يد المساعدة لغزلان ما يبخلش عليها محتاجة للمساعدة عند 24 سنة عقل ديالها صحيح كتفهم كل شي تبارك الله عليها ولكن الظروف الدنيا ما عندنا من ديره أحكام وأقدر ديالله شاءت الظروف أنها تعيش هذه الحياة فكنتمنى أنكم توقفوا معها وتساعدوها وما تبخلوش عليها الرقم دياله هو 026-47-77 سنودعكم في أمان الله ونلقاكم في مباشر آخر إن شاء الله